رحمة الله وبركاته موقف صفقة أفا وتطورات أزمات شيكابالة الزمالك ينتظر سلاسة عروض نبتدي بالزمالك ينتظر سلاسة عروض يترقب مسؤول الزمالك وصول عروض لسلاسي الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي حارس المرمى بعد التمسك بقرار عرضهم للباية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ويرفض مسؤول الزمالك التراجع عن قرار بيع سلاسة الفريق بعدما بدر منهم من عدم الالتزام على حد وصفهم ليلة مباراة زد بدوري نايل وخرجهم من الماسكر دون إذن من الجهاز الفني ويفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لقرة القدم بنادي الزمالك جهود سلاسة الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري في سلاسة مباريات بعد قرار إيقافهم لمدة شهر من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب ويغيب السلاسي وفقا لقرار الزمالك الذي بدأ من يوم 7 نوفمبر عن مواجهة أبو سليم الليبي بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفراقية وموديرن فيوتشر بدوري نايل وسواري الغيني في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خاص ماشين في الباء من قيمة عقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق و15% من مصطفى الزناري مدافع الفريق بعد واقعات خروجهما من مواسق المباراة زد كما قرر المجلس استمرار إيقاف السلاسي فتوح وزناري وصبحي شهر عن المشاركة في المباراة مع استمرار عرضهم جميعا للبيع في نهاية الموسم واختار المنتخب الوطني بالعقوبات كما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك خاصم 25% من عقد أحمد فتوح ظهير أيصر الفريق الأبيض على خلفية ترك معسكر الفريق قبل مباراة زد فيها دوري بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني أكد أحمد أمين أفا مهاجم فريق أمبي أنه حزين لعدم انضمامه للمنتخب الوطني خلال المعسكر الحالي استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال 2026 وقال أفا في مدخلة له زالت جدا من عدم انضمامي لمنتخب مصر كنت منتظر الانضمام من أجل المساعدة لمساعدة أم منتخب بلدي ولكن أقدر أقول أني دي اختيارات المدير الفني ورأيه يحترم جدا وأمامي مستقبل كبير أقدر من خلاله الانضمام للمنتخب وتطرق للحديث عن العروض التي يتلقاها نادي أمبي من أجل التعاقد معه قائلا مركز في الوقت الحالي مع مركز في الوقت الحالي مع أمبي والمباريات المقبلة فقط وربنا يكرم في القادم ولا أعلم شيئا عن طلب أمبي سلاسة ملايين دولار ولا تحدث مع رئيس النادي من أجل الرحيل أو الاستمرار والأرقام ومفاوضات الأندية يسمعها بس معها زي زي الناس كلها إشعات وبسؤاله عن من يفضل بين قطباء القرى المصرية رد قائلا الأهلي والزمالك شرف كبير لأي لاعب بالنسبة لي لا أفضل ناديا على آخر لا توجد مشكلة بالنسبة لي في الانضمام لأحدهما فهما أكبر ناديين في مصر وأفراقيا وأي حد يتمنى يرتدي قميص الزمالك أو الأهلي من روح لأزمة شيكابالا كشف محمد فاروق عن آخر تطورات أزمة نادي الزمالك مع سبارت إنجليش بونا بشأن قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا حول الغرامة المستحقة للنادي البرتغالي وقال محمد فاروق عبر تصرحات له أن الزمالك تفاوض مع سبارت إنجليش بونا البرتغالي لتقصيد غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا حتى تمكن الأبيض من فتح باب القيد خلال الانتقالات الشتوية القادمة في يناير وأضاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبي بينتظر الرد الرسمي من نادي سبارت إنجليش بونا على طلب تقصيد الغرامة خلال الساعات القليلة القادمة حتى يستطيع رفع إيقاف القيد وتدعم الفريق بصفقات جديدة وتابع أن إدارة الزمالك تضع خطة بديلة لرفع إيقاف القيد تحسبا لرفض سبارت إنجليش بونا الموافقة على طلب تقصيد الغرامة استسعى في الوقت الحالي لتوفير الغرامة المالية كاملة لسدادها قبل غلق باب الانتقالات الشتوية القادمة إحنا مش عارفين هما الغايد دلوقتي من ساعة ما تعينه ومن قبل ما تعينه جايين ومعاهم برنامج إن هما هيخلصوا كل مشاكل نادي زمالك بنحس إن السلحفة بتمشي أسرع منهم يعني القرارات كل يوم بنلاقي قرارات قرارات لسه بينظروا القرارات لسه بيشوفوا هيعملوا إيه في القرارات فإحنا مش عارفين المجلس ده هيكمل إزاي بالطريقة دي ومشاكل الزمالك هما جايين على الزمالك وعارفين مشاكله كويس جدا مش جايين على حاجة وتفاجئوا بيها لأ عارفين كل مشاكل الزمالك ووعد الجمهور كله إن هما قادرين على حل جميع مشاكل الزمالك فيه الرجال الأعمال اللي كانت بتتقدم أيام الانتخابات إن هتفك أزمات نادي الزمالك فين لبيب وسلمان وممضوح عباس اللي قالك أنا وآنا وآنا فين الناس دي كلها راحت فين اتبخرت في الهواء المهم إنهم قاعدوا على الكرسي هتلاقي فيه حد بيفكر في نادي الزمالك ما فيش حد بيفكر في نادي الزمالك بيفكروا في التقسيط ومستنيين الرد لو ما قسطوش طب انت هتجيب الفلوس كلها منين انت معاك الفلوس كلها طب ما تسدد الفلوس لا هم في خيارات لو ما رضيوش بالتقسيط هندفع المبلغ كاش يعني انت معاك كاش طب إيه مشكلتك إنك تدفعه وما تضيعش علينا إيقاف القيد خلاص الأيام بتجري وهما ماشيين أبطأ من السلحفة مجلس إدارة فاشل بمعنى الكلمة ما فيش خبر واحد إلا ضد المجلس الحالي بس هما كل اللي عملوا إنهم أول ما انتخبوا بعتوا دعوة للنادي الأهلي واترفضت ناس ما عندهاش دم للأسف ناس كل تفكيرهم بإزاي يرضو المنافس إنت عايز إيه منه إنت خليك في مشاكل نادي الزمالك حل مشاكل نادي الزمالك فعايز ما أنت بتبعت دعوات للنادي الأهلي وتتودد لبيبو هو بيرفض اللعبة معك أصلا وبيرفض تواجدك في مباراة السوبر وبيهدد يا إما الزمالك يا إما هو أنا مش عارفة الناس دي إيه هتفضلوا كده لإمتى خلي عندكوا كرامة يا نادي خلي عندكوا كرامة نادي الزمالك كان نادي الوطنية والكرامة إيه يفضل لأنتو شلتوها بيت ونادي بدون وطنية ولا كرامة لأنك أنت دلوقتي لما تيجي تطبق الكرامة والكرامة مش هتلاقيها فتشيل اليفض علشان ما حدش يفكرك بيها وتتصرف برحتك كانت عاملتك إيه نادي الوطنية والكرامة كانت مدايقك في إيه نادي الوطنية والكرامة ليه الكلمة دي مزع عليك ليه يفضل دي تتشال من على نادي الزمالك نادي الوطنية والكرامة عشان تفكرك في كل قراراتك إن ده نادي الوطنية والكرامة أنت مش عايز تفتكر عايز تتودد بس عموماً كل اللي بنتمنى لنادي زمالك كل الخير لنادي زمالك إن شاء الله في اللي جاي تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم نادي القرن الحقيقي وتحية كبيرة لجمهور نادي الزمالك الجمهور المحترم